فيلمنا النهاردة بيحكي عن محارب شجاع كان عنده روح قوية ورغم صغر سنه قدر انه ينقذ شعبه من دمره عزيم ويرجع على علاقة بين البشر والزئاب ايه حكاية المحارب ده وايه هي علاقة اللي كانت بين الزئاب والبشر كل ده نعرف حكايته من فيلمنا فيلمنا بيبتدي مع الطفل صافة واللي امه بتحكيله حدوتة قبل النوم والحدوت بتحكي عن الزئاب البيضة واللي كانت موجودة في القرية بتاعتهم والزئاب دي كانت بتحمي البشر الموجودين في القرية ولكن فجأة قلبوا على البشر وبقوا يهجموهم بعد ما كانوا امه اللي بيحرصوهم ووقتها السحر الكبير عرف ان النوم بتهاجم البشر فحب ان يعاقبهم فحاولهم لحوش وبيتكملوا الحدوتة وبيتقولوا ان الزئاب دي اختفت من القرية من زمان لكن الاستورة بتقول ان في محارب هيجي في يوم من الايام ويخلصنا منهم وفجأة صافة بيسمع صوته بيسالها ايه الصدة وبتطمنوا ان مفيش حاجة وبتبص من الشباك فبتلاقي الدباع بتيجم على القرية وهي بيتخافة على صافة وبيتخبيه في قبو تحت الارض وبتطلب منه انه ما يطلعش مهما حصل وبتروح هي تسلم نفسها للدباع اللي بتاخدهم وبتشغلهم في تجميع المحاصيل للملكة بتاعتهم اللي اسمها ام الجوز ودي ملكة الارود وبيجمعون كلهم في افص كبير ويسيبوهم فيه تحت المطر والبرد والدباع بتروح دي نايم وهنا بينشوف صافة بيطلع من القبو وبيقول لنفسه انه لازم ينقذ امه وبيكون الدباع في الوقت ده نايمين وبيروح لها وبيقولها انه هي عرف ينقذها وهي بتخاف عليه وتطلب منه انه يمشي من هنا بسرعة والدباع بتصحى وبتجري وراه وصافة بيفضل يجري وبيطلع فوق جزء الشجرة يستخبى منهم لكن بتهجموا حشرة فبيخاف اول ما بيتحرك لشان يهرب منها فبيقع من على جزء الشجرة وبتجري الدباع عليه وبيكونوا خلاص هيقتلوه لكن بيسمعوا صوت زئب فبيخافوا ويجروا ويقعوا في الشلال وصافة بيخاف لما بيشوف الزئب وبيغمع عليه ولما بيفوق بيقول لنفسه ان اللي شافه ده مجرد حلم سخيف لكن بيشوف ان الزئب موجود فبيخاف وبيقوله انت هتكني لكنه بيطمنه ويقوله انا صديق للبشر وهساعدك وصافة بيسأله طيب مده بالزئاب موجودة ليه مش بتساعده اهل القرية وازي بيقوله لاني انا الوحيد اللي فاضل فيهم وازي بيسأله عن اسمه فبيقوله اسمي صافة وانت اسمك ايه فبيقوله انا انجي وصافة بيقوله انت هتساعدني ازاي فبيقوله انا هواديك للساحر الاعظم اللي موجود فوق الجبل وممكن يعرفنا الطريق المحارب اللي هيقدر يحارب وينقذ القرية وبيقوله بس الطريق لساحر كل مخاطر ممكن تقابلنا لان الام جوزي ملكة الورود موجودة هناك ودي كانت اردى عادي لكنها كانت عايزة توصل للسلطة والساحر اللي عنها وقسمها ثلاث اجزاء جزء عبر عن الغرور وجزء عن الطمع وجزء عن الغباء وهي سكنة الجبل وحواليها محاربين كتير وعملت مملكة ليها وبتمنع اي حد يوصل للساحر وبنرجع للدباع ووالد الصافة بيتجمع زهرة مسممة من غير ما تاخد بالها وبتحطها في وسط المحصول ولما الدباع بيشوفوا الزهرة المسممة دي فبيتحكم عليه بالحبس وبيحبسوها جوى حفرة كعقب ليها وفي الوقت دا بيظهر قدامها مخلوق صغير واردي اسمه بابي وبيقولهم انهم ياخدوه معاهم للساحرة لشان يفك اللعنة اللي اصابته وفجأوا هم بيكلموا بيشوفوا مجموع من الورود بترمي حد في حفرة كبيرة فبيروحوا ينقذوا من اديهم وبعدها بيعرفهم على نفسه بيقولهم انا الامير فافل وكنت وسيم جدا وكل الستات في المملكة كانوا بيدخلوا في قتال مع بعض علشان اختار واحدة منهم لغاية ما ظهرت ساحرة اجوزة وحبتني زيهم لكن انا كنت برفضها لان شكلها باشئ جدا فنزلت علي اللعنة حولتني للشكل الوحش دا وحطت بعودة على كتفي علشان تفضل تمص في دمي وعلشان اخلص الرابطة اللي بيني وبين البعودة دي لازم نكون على وفاق مع بعضه نختار طريق واحد نمشي فيه علشان اللعنة دي تتحل وينجي بيقوله خلاص اتفي معاه وامشوا في طريق واحد فين المشكلة لكن فافل بيقوله ازاي اتفي معاه وهو اقل مني بكتير وانا عايز اقابل الساحرة علشان يخلصني من لعنة الزاحرة دي بدل ما اتفي مع كائن اصغر مني كده ونزل مستويها المستويه على الجانب التاني بيكون جواسيس الام جوزي بلغوا ان فيه غرباء في طريقهم للساحر ويبتمروا منهم يفضلوا مرقبينهم من غير ما يحسوا ويبلغوها بكل اللي بيعملوه على طول وميشوف ان فريق صافة اكتشفوا ان بافي اتخطف وبيعرفوا ان اللي خطفوه هم سكان قبيلة عيشة في المستنقعات وان بافي شبه الاله بتاعهم فبيعتقدوا ان هو الاله بتاعهم اللي اسمه ماكا تونجا ويخدوه وهناك في القبيلة اعادوا بافي على عرش الاله وطلبوا منه انه يظهر ليهم علامة وبافي بيبص للسحاب فبيعرف ان الشتاء ينزل فبيقول لهم انه امر السحاب انها تنزل للشتاء وفعلا الدنيا بتشتي فبيسده العلامة وبيفرحوا وبيعملوا احتفال وصافة وفريقه بيسمعوا صوت الاحتفال فبيروحوا هناك لكنهم بيشوفوا انهم اغراب فبيقبضوا عليهم ويودهم لاله اللي هو بافي على اساس انه يحكم عليهم اذا كان يموتوا ولا يعيشوا ولكن بافي بيامرهم يسيبوهم وبيرحبوا بيهم بعدها وفي اللحظة دي بيشوف زعيم القبيلة شيشة وبنعرف انه كان صديق قديم لانجي وانجي بيسألوا لسا قادر انك تقدم الخدمات للقبيلة وبيرد عليه وبيقولوا انه كبر خلاص وان حفيته نانتي كانت بترأبهم واعتقدت ان صافة هو المحارب الصغير الشكاح اللي هينقذ العالم وبعدها بيرح صافة يقابل بافي وبيقولوا انه هيهربوا من هنا وبافي بيرفض انه يهرب معاهم وبيقولوا انه هنا بيتعمل كاليها ازاي يمشي وصافة بيقولوا طيب ولو اكتشفوا انك بافي وانك مش الاله فبيقولوا لو اكتشفوا ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل ولا حاجة لكن انا سعيد هنا ولما بيرجع صاظة الانجي بيقول لي شيشا يحكيله على اللي قلته لي فبيقولوا انه لاي القبيلة مكتونجا تافل ادغال من وقت كبير وروح اتجسدت في كائن واردي وانهم بعد ما شافوا بافي اعرفوا ان الاله روحه متجسدة فيه وانهم بعد كده هيقتلوه علشان يحرر روحه وتطلع للسماء وفجأة انت بيتقول لجدها انه يبص في البلورة وبتقول انها مش هتخليكم توصلوا للساحر وانها توقف جنودها قدامكم وانها ممكن تقتلكم وبنشوف ان صاظة مش بيأموا اللي سمعوا وبيقول لانجي ان انا قبل ما نمشي لازم نخلص المهمة الاخيرة وهي انهم يخطفوا بافي ويهربوا به وبنشوف انهم قدروا انهم يخطفوا ويهربوا وبتكون نانتي هربت معاهم لانها عايزة تروح للساحر هي كمال ولما بيوصلوا للغابة بيناموا كلهم لكن انجي بيقوم بعد ما بيناموا وبيمشي ونانتي بتحس بيه فبتمشي وراه وبتشوف انه بيتحول لمخلوق اسمه ريكي ودي مخلوقات عدال البشر والكل المخلوقات ونانتي بتتصدم من المفاجأة دي وفي نفس الوقت واحد من جواسيس الأم جوزي بيكون هو كمان شاف انجي وهو بيتحول لريكي وبيرح يقولها وهي بتعلن الحرب على مخلوقات الريكي وبتجمع كل المحاربين اللي عندها استعدادا للحرب وبنرجع لنانتي اللي بتروح تعرف سافا باللي شافته والسافا مش بيكون مصدق لكن انجي بيجالهم وبيقول لسافا انه هو فعلا من مخلوقات ريكي لكنه هو حبهم وانه فعلا عايز يساعدهم وانه مش ممكن يدره لكن سافا بيكون غضبان منه وبافل ونانتي بيكونوا غضبانين منه هم كمان وبيقولوله انه يمشي لانه طلع خاين وانهم مش هيسقوا فيه تاني وفي اللحظة دي بيظهر مخلوق تاني من مخلوقات ريكي وبيهجم على سافا وبيخطفوا وبيمشي وانجي بيشوف سافا معاه فبيتحول لريكي هو كمان وبيطردوا لكن سافا بيقع من فوق الجبل وبيغضوا الريكي وبيحبسوا وبنشوف انجي بيكون حزين على انه معرفش يخلص سافا منه وبعدها بنشوف سافا وهو محبوس وبيفتكر امه قريته اللي مش عارف ينقذهم وفي الناحية التانية بنشوف والدة سافا وبتكون لسه محبوسة زي ما هي ومش عارفة تخرج اما انجي فبيروح لملك الريكي واللي بنعرف ان الملك هو والد انجي وانهم كانوا زئاب بيضل لكن يتحولوا للريكي والملك بيقول لانجي انه خطف سافا علشان يضطروا انه يرجع تاني ليه وانجي بيطلب منه انهم يروحوا لساحر علشان يفك اللعنة ويرجعوا زئاب تاني لكن الملك بيرفضوا بيقولوا انه هو حابب انه يفضل ريكي وبعدها بيروح انجي لسافا وبيطلعوا من سجنه وبيقولوا انه هيقولوا على كل حاجة بيخافوا من فافل وهو بيوجب بنفسه جدا انه بيخافوا منه بعدها بيكملوا تدوير على صفا وبيلقواه بيكون مع انجي اللي بعدها بيودي اتكلم معاهم وبنشوف ان بيحكي لهم على اصل الحكاية من الاول وبيقول انهم كانوا كلهم زئاب وكانوا اصدقاء للبشر لكن بيمر عليهم وقت بيكون في مجاعة ووقتها والده مادرش يستحمل الجوع فهاجم البشر واكل منهم والساحر عرف عطبه وحولهم كلهم وفافل بيسألوا ليه لما شافوني خافوا مني وينجي بيقولوا مش منك وما خافوا من البعوضة اللي على كتفك لانها الاولادة غيتحد فيهم هيموت وده جزء من اللعنة وفي اللحظة دي بيكون فيه جاسوس من جواسيس الام جوزي بيسمع كلامهم عن البعوض وبيروح يبلغها وهي بتؤمر بقتلهم وتبعد جيوش من عندها ونانتي بدأت تستعمل سحرها مع صاذة علشان توهبوا القوة وبتبلغ جدها شاشة عن الحرب اللي هتقوم بيها الام جوزي وبيكون صاذة مش هارف يامل ايه لان جيش ام الجوزي قفل الطريق اللي بيوصلهم لساحر لكن شاشة بيتزعم جيش من قبلته وبيروح يساعدهم وملك الريكي بيبعد جيش هو كمان علشان ينقذوا انجي وبتقوم الحرب بينهم وبنشوف ملك الريكي بيستعمل بصديق ليه اسمه وبيكون تنين وبيركبه وبيروح به الحرب وبنشوف انهم بدأوا يفوزوا على جيش الام جوزي وهي لما بتحس انها قربت تنهزم منهم راحت للبعود واتفقت معاهم انهم يساعدوها في الحرب دي ويقفوا معاها وبيروح اصرب من البعود المعركة وبنشوف ان الريكي يخايف منهم جدا وبدأوا يترجعوا وقتها بنعرف ان ملك البعود هو اللي على كتف فافل اللي بيطلب من فافل انهم يتفقوا على حاجة بقى ويحلوا الخلاف اللي بينهم علشان يهزموا ام الجوزي وفافل بيترف وقتا انه هو مش يقلم انه زي ما كان بيقول ولما بيتفقوا بتتفك اللعنة عن ملك البعود وبيروح يقود اسراب البعود بعد ما بيعرفهم ان عدوهم هي ملكة القرود وانهم لازم يغلبوهم وفعلا بيغلبوهم والتنين بياخد ام جوزي وبيرميها بعيد وبياخدوا باقي جشها اسرى عند الريكي وبعدها بيجتمع فريق صاظا عند بيت الساحر وبيكون باب البيت مخفي ومش عارفين هو فين لكن لما انجي بيقول كلمة السر فالبيت بيتحرك وبينشوف ان البيت لي ريجلين وبيتحرك وبيجيب الباب قدامهم ولما بيدخلوا بيدوروا على الساحر اللي بيكون لسه ما ظهرش ولما بيظهر الساحر بيكون بنتي ساعرة وبتقول لهم انا عارفاكم كلكم وبتقول لصافا يقول لها طلبوا فبيقول لها انه عايز يشوف المحارب الشجاح فبتقول له اطلع الدور التاني هتلاقيه وبيطلع صافا والساحرة بيقول لهم كل واحد يقول طلبه وباب البيطلب انه يرجع لشكله الوسيم التاني وفعلا بيترجعوا وينجي بيطلب منها انها ترجع كل اهل النوم يبقوا زئاب زي ما كانوا وبتقول له هرجعهم لكن والدك مش هرجعه لانه هو عايز يفضل ريكي وبابي بيطلب انه يكون له اصدقاء والساحرة بتقول له من اللحظة دي انت عندك اصدقاء امي نانتي بيتكون مش عارفة تطلب ايه وبينروح لصافا وهو بيدور على المحارب الشجاع ومش بيلايق حاجة غير مراية عاملا يكسل صورته فوقتها بيفهم انه هو المحارب بعد كده صافا بيروح هو وفريقه للقرية وبيكون انجي اصبح ملك الزئاب بعد ما الملك تنزله عن الحكم وانجي بياخد كل الزئاب معاه لارض المعركة ولما بيوصلوا صافا بيطلب انه يحارب ملك الدباع لوحده ومن غير ما يكون معاه سلاحه وفعلا بتقوم معركة بينهم جنده وفي الاخر صافا هو اللي بيغلبه بيكونها يقتله لكن بيكتفي انه يطلعوا بر قريته هو وكل الدباع وبيطلعوا الدباع يجروا ويخرجوا من القرية وبعدها بيشوف اهل القرية فرحانين النوم يتحرروا من الدباع وبيرجعوا الستات يتخنقوا على الضفل تاني وصافا بيودع انجي بيكون حزين جدا ان صديقه ماشي وبتود نانتي جنبي صافا وبتقوله انها تفضل معاه ومش هتسيبه لكن صافا بيقول له انه حزين على انجي لانه صديقه الوحيد ومعندوش اصدقاء غير وفي الوقت ده بيتفاجئ صافا ان انجي رجع تاني ويقال له انه هيعيش معاه في القرية وانه مش هيسيبه بعد كده وكده يكون خلص في الميناء اتمنى يكون اعجابكم وفعل زر الجرس لشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على اخير ومع السلامة